تخوف الطلاب حقيقي لأنه في النهاية الامتحان هو عبارة عن سلطة وسلطة قاهرة ليس للطلاب شأن بيه ولكن الطالب يعود على دسك الامتحان في انتظار الورقة وكأنه عمال يقول ربنا يسطر ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ربنا يجيب الامتحان سهل في الحقيقة تخوفات الطلاب حقيقية وطبعا زي ما شفنا في التأرير تيجي أسئلة غريبة أسئلة مفاجأة أسئلة خارج المقرر مع أنه عندي فكرة بخارج المقرر سنتكلم عليها أثناء الحوار لكن على أي حال في النهاية تخوف حقيقي ولحظة حضرتك كمان أنه الكل الإعلاميين وأولياء الأمور والمعلمين بيبقوا في انتظار خروج الأولاد من اللجان والنظر إلى وجههم علشان يعرفوا أول انطباع سيخرجوا به إذا كانوا مبتسمين أو خارجين محبطين أو خارجين بيعياتهم أو خارجين سوري بيسبهم يعني كل هذا بيحصل في السنوية العامة في الحقيقة للأسف الشديد لأنها كمان في نظمنا التعليمية العربية أصبح الأولاد بيخشوا الحضانة علشان امتحان السنوية العامة مش علشان يتعلموا في حقيقة الأمر وبيت السنوية العامة هي اللي بيترثب عليها مستقبل الإنسان ابتداء من 18 سنة لغاية وفات طيب دكتور يعني مثل ما ذكرت يتحدد عليها مستقبل الطلاب التخصص اللي ممكن يدخلوه مسيرة حياته المهنية بعد ذلك وأيضا التوتر اللي يصيب الطلاب ويصيب الأهل أثناء فترة الاختبارات يعني حالة طوارئ تكون موجودة في البيت دكتور هل من المنطقي أن تكون الأسئلة توضع بشكل شخصي على حسب أهواء المعلمين بدون أن يتم في تحديد لخلينا نقول درجة الصعوبة للاختبار طريقة الاختبارات يعني المواد تختلف والمواد طريقة تدريسها أيضا ليست بنفس الطريقة فطريقة الاختبارات المفروض لا تكون مثل بعض المفروض تكون مختلفة على حسب المادة وأيضا مناسبة لقدرات الطلاب معقولة يعني وضع الأسئلة كيف يجب أن يكون من وجهة نظرك هو من وجهة نظري بطريقة علمية نحن نحدد في البداية الهدف من المادة التعليمية إذا كنا ندرس مواد فلسفية أو لغات أو مواد إنسانية تاريخ أو رياضيات وهكذا نحدد الهدف الأول من المادة وبناء على هذا الهدف بيضحط المحتوى العلمي كأنني سأقول مثلا تاريخ الوطن العربي الحديث وهنا بحط المحتوى العلمي تاريخ الوطن العربي الحديث في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال هذه مكوناته المعرفية من الناحية العلمية ويبدأ يضحط المحتوى الدراسي وبعدين تتم عملية التعليم ويوصل في الآخر لوضع الامتحان أنه إحنا استهدفنا كذا وحطينا المحتوى التعليمي كذا واشتغلنا عليه لمدة 8 شهور طول العام الدراسي فحطينا الامتحان المفترض أن يكون وضع الامتحان يعرف الوزن النسبي لأجزاء المقرر المختلفة وهذا الوزن النسبي يوزعه على درجة الامتحان ويقول أن الجزء الأول سيضع عليه 20 درجة الجزء الوسطاني سيضع عليه كذا الجزء كذا إذا كان فيه أنشطة سيضع أسئلة تتعلق بالأنشطة تتعلق بالمهارات تتعلق بالقيم لأن العملية التربوية فيها ثلاث أبعاد وبعد خاصة بالقيم أو الوجدان وبعد خاصة بالمهارات العملية وبعد خاصة بالأبعاد المعرفية والعلمية فالمفروض يشوف الأوزان النسبية ويحط الامتحان ليقيس هذه الأوزان النسبية هل معمول بهذه الأوزان يا دكتور في المدارس في الجامعات تأخذ بعين الاعتبار حين وضع الأسئلة أحيان كثيرة وأحيان كثيرة أيضا ما بتأخذ بعين الاعتبار وبيخرجوا الأولاد يقولوا ما جه من خارج المقرر دي حاجات ما درسناهاش قبل كده يعني تتصل مشاكل كتير لأنه أنا برأي أنه بيكون في مفاجآت وبنتفاجع بأن الأولاد بيطلعهم في بعض الحالات منهرين ولحظة كمان أن وزارات التعليم بتعترب بذلك في بعض الحالات وبتقول بالفعل إحنا هنلغي السؤال الفلاني لأنه كان سؤال فعلا ملوش علاقة بالامتحال دكتور ما الحل ما الحل إحنا بنشوف أصلا في موقع التواصل الاجتماعي مقاطع لطلاب يخرجوا فعلا من الاختبارات منهارين نفسيا مما يأثر على قدراتهم على نفسيتهم على أهاليهم أيضا إيجا الحل في مثل هذه الحالة عندنا حل بعيد المدى وحل قريب المدى الحل البعيد المدى باختصار بالله زي أي نظم تعليمية حديثة حاضر باختصار زي أي نظم تعليمية حديثة يبقى امتحان السنوية العامة أو شهادة السنوية العامة هي محصلة ما جناهي التلميذ من درجات في طول حياته التعليمية وعند علشان كده حضرتك بتلاقي ما فيش الوهم ده وهم السنوية مش موجود في نظم تعليمية الحديثة لأنه بيأخذ درجات وبيتنقل بيها من سنة لسنة ومن مرحلة لمرحلة يبقى في مرحلة البكالوريا معروف أنه مستواه ده وأننا بنشتغل في حدود مثلا 10% أو 20% اللي يحددوا دخول الكلية ده على المستوى بعيد المدى على المستوى القريب المدى أننا يعني يكونوا موضيعي الأسئلة جزء من العملية التعليمية مش نزلين بالبرشوت على العملية التعليمية فيحطوا أسئلة زي ما هم متصورين بعيدا عما تم طول العام الدراسي وعن المحتوى التعليمي والنشاطي إلا خدوه الأولاد